السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله ستكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم اجبت لكم هذه الخبيزات المحشيين اللي يأتي وخفاف خفاف بجينة خفيفة بحشوة لديدة وسهلين مهلين مرفضوا شوقس بزاف ان شاء الله يعجبكم ونمشي ونعرفوا على المقادر وطريقة التحضير نضيف بالعاجينة اللي نحتاج فيها عندي 500 قرام تاع الفارينة نزيد عليها مغرف تاع الملح ونزيد لهم مغرف كبيرة تاع السكر ومغرف كبيرة تاع خميرة الخبز اللي هنا الملح ترتغير مغرف صغيرة نزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع الحليب بودرة لحظة ونخلط هاد النواشف مع بعض ونزيد عليهم ثلاثة مغرف كبيرة تاع الزيت اللي حبت تتعوضهم بزيت زيتون يعني يجيو شابين يعني خبيزات يجيو من الكهين يجيو هايلين أنا اللي هنا قدرت غير الزيت عادية ثلاثة مغرف كبيرة تاع الزيت ونبسس هاد العجينة يعني نبسس هاد الفارينة بالزيت عفوا نبسس ها مليح ونبدأ نزيد في الماء الماء يكون دافي هاكذا باش الخميرة تفعل لنا بالخف نبدأ نزيد في الماء حتى تولي لي عاجينة متماسكة هاد العجينة تجي بزيف هايلة تجي مقطنة وخفيفة خفيفة جربوها شابه بزيف اللي هنا نقعد للم فيها حتى تولي لي عجينة متماسكة اللي هنا بعد ما لميتها ندلكها غير 1-5 دقايق هادا ما كان غير 1 شوية ندلكها ونغطيها بالفيلم اني منتغ ونخليها ترتاح وتخمر في خاطرها بلا ما نوجدو الحشوة نخليها على الجنب ونمشي ونوجدو الحشوة انتانا جبت اللي هنا مقلع ودرت فيها شوية عالزيت وكنت درت حبات عالبصلة هنا في هاد الاشواخ حبة كبيرة عالبصلة رايحة نقليها اللي هنا في هاد الزيت ولا ربيوها يعني عادي مهم حبات عالبصلة تكون كبيرة اللي هنا نقليها في هاد الزيت صغير هكذا تبدأ تقلة نزيد عليها حبات عالبصلة حتى هي فوتها في هاد الاشواخ ولا تقدروت انك تربيوها حتى الفلفل يتربي يجيب زاف شباب في الحشوات هكذا كي نربيه واللي هنا نقلي البصلة مع الفلفل مع بعض نزيد عليهم شوية عالملح ونقليهم ملاح حتى ايد بالو ملاح ملاح خطر على خطر نبدأ نحرر لكم باش ما تنحرق ليش هديك البصلة ولي هنا بعد ما تقلو اللي ملاح هامدو شوفو تقلت اللي بصلة و هاتيك الفلفلة اللي هنا زيت عليهم شوية كيفتة تعجاج ونزيد ونجعلها الطيب معاهم في خاطرها نقعد هكذا نحلها باش ما تطيب ليش اخصني انا الطيب لي مفتة يعني نقعد نحرك فيها هكذا باش تنحل مليح مليح ونجعلها الطيب هادي هي حشوة تسعيرها الطيب في خاطرها والعجينة تسعيرها يديراني وليت لها بعد ما خمرت المليح نهوض لها كل الخمور هكذا بالفارينا ونرفض هكذا وريحة ندير كويرات صغار نجيب هاد السينيان ندرت هاد البابيي كويسان باش ما تلتقلش ونبدأ ندير نشكل هكذا كويرات صغار بين هكذا يدية ونبدأ نحط بهاد الطريقة يعني هاد الكمية خمسمائة قرام تاع الفارينا نتخرج لك كمية مليحة تاع هاد الخبيزات معي الخمر يجوز عما يجوز بعض المشي صغار صغار ويلا حبيتوهم صغار صغار يعني تديروا الكورة العجينة تديروها صغيرة مهم تبقى عينكم ميزانكم اللي احنا رايحة نكملهم كامل نكورهم هامدوا بعد ما كورتهم كامل نجيب اللي احنا هاد الفنجال سعلاتي كاس سعلاتي ونبدأ ندير بهاد الطريقة شوفو يعني نخويها في الوسط باش نحط فيها هادك الحشو نتائي بهاد الطريقة شوفو كيفاش تجي يجي شابة يجي هايلة يعني سهلا ما تغبنكم اولو يلا سقلكم الكاس فوتوه في الفارغة ودروها في العجينة هاد الخبيزات يجيو هايلين مع هاد الثخانة يجيو زعما شابين خفاة في الضراف تعشو بهم غير هما بوحدهم ويجيو يشبعو اللي هنراني اللي هنراني اللي هنراني نكملهم كامل اللي هما دو بعد ما كملتهم كامل طبعتهم بهذا بهذا الكاس نجيب الحشو انتاعي ونبدأ نعمر بهاد الطريقة اللي حبت تدير قبل ما تدير الحشو انتحها تدير الفرماج من تحت تقدر تدير انا رايحة نديرها من بعد من الفوق كي طيب اللي هنراني نعمر فيهم اللي هنراني نعمرهم مليح مليح باش ما يخوى ونشبش كي طيبو والعجينة تخمر هذا الحشو ما يطلعش يعني نزيروه مليح مليح باش ما يطلعناش الفوق لهنا بعد ما عمرتهم نجيب هكذا حبيبات الزيتون ونضحيهم هكذا فلوست كنت مسخنا الفرن خليته يسخن مليح و رايحة ندير للوجه انتحهم هكذا صفار بيضة زيت عليها شوية الحليب وراني نخلطها و رايحة ندهن هذا الوجه انتحهم باش كي طيبو و يوليو حمر و شابين ندهنهم مليح مليح باش يحمارهم كامل جواية بها الطريقة اللي هنا اللي حبت تضيف شوية جلجلان و لاستانوج تقدر تزيد انا حبيت نخليهم غير هكذا بشي جيوبينين خبيزات شابين و الهنا بعد ما دهنتهم كامل رايحة ندخلهم يطيبو على درجة متوسطة يطيبو من تحت و نعاود نشعلهم من فوق باش يحماروا و يعطيوني هذك اللون الشباب و نخبجهم و هذو هما الخبيزات نتوعي بعد ما طابو زدت لهم شوية خماج غابي من فوق و عاود دخلتهم يزيد ايدو باملاح هذو هم الخبيزات يجيو هاي اللي يجيو خفاف خفاف هاد العجينة جيها الى خفيفة مع حشوة بنيناتع الفلفل و الكفتة ان شاء الله هيكوننا لإعجابكم هالفيديو ان شاء الله تخليوا لي لايك و نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم و حمد الله و تعالى و بركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة